موسيقى لارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتيني في غزة موسيقى ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاغتصار موسيقى نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلا بكم ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة يوم أمس إلى شخصين بينما وصل عدد الجرحى إلى ثلاثة وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن شغيقين محمد وإسلام ياسين لقياحة فيهما عندما استهدف صاروخ إسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي نبأ شن الغارة مشيرا إلى أنه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الإسلام كان يخطط إلى خطف إسرائيلينا في سيناء موسيقى اجتمع الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون واستعرض الجاربان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التكيد على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة الخليج وإنجاح جهود السلام وصولا إلى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الاقتصادي أعرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج اتفاقية التجارة الحراء الموقعة بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% برأت محكمة مدنية أمريكية ساحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني أول معتقل في سجن جوان تنامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهمة من تهم الإرهاب الموجهة له حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ودانت المحكمة غيلاني البالغ من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط لتدمير أو الحاق الضرر بالممتلكات الأمريكية باستخدام متفجرات بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاء بجرائم قتل ويواجه غيلاني الآن حكما بالسجن لعشرين عاما على الأقل طلبت ممثلة ادعاء سويدية باحتجاز جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس على الإنترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاقتصاب وكان مكتب ممثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر آيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاقتصاب من جهته وصف أسانغ هذه المزاعمة بأنها لا أساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسيرك القالوني في السويد علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها دشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراري أهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الإيطالية بالإلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هاربا لمدة 14 عاما واعتقلت الشرطة المتهم أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلتي كاساسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله صدلت أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاما وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني وعنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التاهب إلى الدرجة الخطيرة مما يعني أن هناك احتمالا بتفشي المرض في الختار تذكير بأهم العناوين غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة ارتصاب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا للمتابعة وإلى اللقاء